اشتركوا في القناة احلام بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادى شركاء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وبحث الجانبان سبل حجد تمويل المناخ ودور القطاع الخاص في عمل المناخ الدولي التقى وزير الخارجية سمح شكري خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس التقى نائب رئيس المفوضية الاوروبية مفوض تعزيز اسلوب الحياة الاوروبية مارغريتس تشيناز تناول اللقاء العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي وكذلك تناول التدريب المهني والتعليم الفني والهجرة والثقافة أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أهمية مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي وصرح وزير البترول أن هذا المنتدى فرصة للحوار وتبادل الرؤى كما أنه يعد نافذة لعرض أنشطة صناعة البترول في مصر بما يسهم في جذب مزيد من الاسثمرات فضلا عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقي ولا سيما أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل ويشارك وزير البترول في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الآثار السلبية للتحديات العالمية الراهنة هذا وقد انطلقت اليوم رسميا أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تحت عنوان التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية والسراتيجيات الأعمال تسمر الفعاليات حتى الخميس القادم وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم بعد تخفيف الحكومات الإجراءاتي لاحترازية الخاصة بوباء فيروس كورونا في وقت يقف التاريخ فيه عند منعطف حاسم تعود النخب السياسية والاقتصادية العالمية إلى دافوس بعد عامين من تعليق المنتدى الاقتصادي العالمي حضوريا بسبب وباء كورونا آخر اجتماع حضره قادة المنتدى حضوريا كان في يناير من عام 2020 وفي تلك الأسناء كان مرض غامض قد بدأ يظهر في الصين مسيراً للمخاوف غير أن اهتمام العالم كان منصباً أكثر في المنتدى على مواجهة كلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والنشطة من أجل المناخة جريتا تومبيرغ حال العالم تغير منذ ذلك الحين فتفش وباء كورونا على نطاق واسع محدساً صدمةً للاقتصاد العالمي ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض كما تعطل السلاسل الإمداد العالمية ومعها تزايد التضخم وبدأت عملية عسكرية روسية في أوكرانيا وإن كانت الأزمة في أوكرانيا ستخيم على الاجتماعات فإن برنامج المنتدى يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مروراً بالمخاوف من أزمة غزائية عالمية وحتى عالم متافيرس فعاليات العام الحالي تشهد حضور نحو 2500 مشارك بينهم العديد من رؤساء الشركات وأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة فيما تغيب عنه شخصيات من الصف الأول مثل الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مع استبعاد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر وللمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي دكتور علي يعني مؤتمر دافوس الاقتصادي ونخبة كبيرة من القادة والسياسيين يبحثون كافة المشكلات الاقتصادية بطبع الأزمة الحالية من مشاكل التضخم والموجة التي تكتاح العالم في آقاب أزمة روسية أوكرانية ستحتلأ الصدارة لكن ماذا سيفعل القادة في مثل هذا التحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم أكيد الأزمة الحالية فقدت على الاقتصاد العالمي عديد من التحديات والأعباء الضخمة جدا وكمان جاية بتوقيت لسه بشكل كبير الاقتصاد العالمي لم يتعافى بشكل كامل من قرارة جائحة كورونا وبالتالي هناك مزيد من الأعباء الحالية الباية الموجودة واللي يمكن للقادة العالم الموجودة في الوقت يحاولون أن يحصل نوع منه على التكامل للوصول لحلول مشترقة العمل على كهود متابطة بتخفيض لتكريف الحصول على الطاقة وتكريف المصول على الغذاء لجسي تير من التحديات الباية الموجودة عن المصراء العالم المترطة بتتفع مصرات الصحر المتبوع الأمن الغذائي اللي أصبح بيعني يحصل نوع من الأدواع التراجع بهذا مرشف عديد من الشوال مع توقعات كمان بمزيد من التراجع خلال الفترة القادمة حالة من حالات الضباطية وعدم اليقين لدى المستثمين ولدى المراكز المالية ودى اللي بيأثر على الاستثناءات الأجنبية المباشرة عالميا فبالتالي فكرة الوصول إلى حلول متابطة بجذب الاستثمارات والعمل على تسريع النمو وبالنسبة لي معادات النمو المتبادي عالميا العمل على التكاتف لتقديم مساعدات لبعض الدول وبالأخص اللي تأثرت بشكل واضح تفاعل مصرات الكبار لديها في كلها أكيد قضايا موجودة بجانب قضايا قديمة ومزال يتم بحث حلول لها زي قضايا تغير المناخ اللي أكيد تؤثر على العالم كله نعم مصر تأخذ على اعتقها قضية التغير المناخية خاصة فيما يتعلق بالسلبيات التي تطال القارة الإفريقية ودول العالم النامي بشكل عام ورقة العمال المصرية المقدمة أمام هذا المنتدى العالمي تحدثت عن الاتفاقية الإطارية في الدورة السابعة والعشرين واستضافة مصر لهذه الدورة في ظل القيوط التي تتشابك فيها الأسعار وارتفاع أسعار الوقود ونتحدث عن الطاقة النظيفة وكيفية إنقاذ كوكب الأرض برأيك فعالية التطبيق في مثل هذه الظروف الملحة التي نعيشها وكيفية الخروض بالحلول الأمس في هذا الصدد أعتقد أن القارة الإفريقية للأسف الشديد للتحديات الكبيرة جداً السابقة واللي يمكن تزيد في الوقت الراهن سواء على مستوى كمان المديونية والمستوى الخاص بمشاكل مطلطة بالدنيا التحتية ومناخ الاستثمار وعديد من المعاوقات الكبيرة جداً محتاج أكيد للتعاون مع الدول المتقدمة ومجموعة العشرين ومجموعة السابعة زي أن يبقى فيه تعاون مواضح ومساعدات جادة للتحديات الإفريقية نحن نرى القارة لفرينك على مستوى السنوات القالية الماضية أبعد خطوات جادة جداً مصر كالياد المهم جداً فيه عديد من أخراج مطلطة التجاهة للتحديات الإفريقية لدخل حيث التنفيذ على مستوى كمان يمكن التعامل مع ملف الفتاة تتعامل فيه الجزء المطارد بتوكير بنية تحتية إعادة إحياء عديد من المشروعات الخاصة بالطاقة والسرق دي كلها يمكن كان يتفقق كبير جداً لكن أكيد الأزمة الحالية أضافت أعباء جديدة مرتبطة بتكلفة الغذاء على وجه التحديد وده يمكن مشكلة رئيسية بتحاول أن القارة الإفريقية تتعاون في القضاء على هذا الأمر والعمل على تأليف حديثه لكن كل التحديات دي أكيد بتصفيت على العالم كله أبل حتى على أستطيع فكرة التكامل للخروج من هذه الأزمات والصدرات الإفريقية التي أصبحت متتالية وأصبحت متؤسسة واضحة على كده أشكرك يا جزيل شكراً دكتور علي عبد الرؤوفي الإدريسي الخبير الاقتصادية إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث طلب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي بضرورة فرض عقوبات قصوى بحق روسيا ووقف أي تجارة معها على خلفية عملياتها العسكرية في بلاده وفي كلمة له إلى منتدى دافوس الاقتصادية دع زيلينيسكي لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة وكذلك طلب الرئيس الأوكراني بفرض حظر نفطي على روسيا وعقوبات على جميع مصارفها ووقف أي تبادل تجاري معها قالت الرئيسة الروسية إن الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرض أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة مؤكدا أن روسيا كانت دائما دولة مصدرة للحبوب يعول عليها وليست السبب في الأزمة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كل المؤشرات إيجابية وتفيد بأن الاقتصاد الروسي يتصدى بنجاح للعقوبات الغربية وشدد بوتين خلال لقاء مع نظره البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو على أهمية الاتماد على التعامل بالعملات الوطنية الأمر الذي سيساعد على تعزيز قيمتها حيث قال من جهته الرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو إنه يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وذلك لمنع التصايد مؤكدا أن الغرب أخطأ في تقييم الإمكانات الاقتصادية لكل من بيلاروسيا وروسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هارتس الأمريكية الصنع وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها القوات الروسية مدافع هاويتزر من طراز M177 والتي أعنى البنتاجون في وقت سابق من هذا الشهر عن تسليم عشرات منها إلى كييف لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني بدأت القوات الروسية عملية تطهير مجمع أزوفستال الصلب من الألغام الأرضية والحطام وذلك لتأمين الطريق أمام انتشار القوات بالقرب من محيط المصنع وتاتي هذه العملية للحفاظ على ما حققته القوات الروسية من تقدم في مدينة ماريوبول بعد سيطرة روسيا على مجمع أزوفستال الصلب آخر جيب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ ثلاثة أشهر من القتال بين الجانبين بدأت القوات الروسية في إزالة الألغام والحطام من داخل المصنع عملية إزالة الألغام والحطام في أزوفستال شهدت تفجير العديد من الألغام باستخدام الجرافات العسكرية وأجهزة الكشف عن المتفجرات وتستمر العملية لمدة أسبوعين بحسب ما أعلنته روسيا لتأمين الطريق أمام تقدم القوات الروسية عملية التطهير داخل المصنع تستمر بوتيرة متسارعة لتحكم روسيا سيطرتها على ماريوبول بشكل كامل وآمن في نفس الوقت نظرا لأهميتها الاستراتيجية للتحكم في الطريق البري بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014 وخلال السنوات الماضية لعب المصنع الشهير دورا رئيسيا في اقتصاد المدينة الساحلية كواحد من أكبر مصانع التعدين في أوروبا حيث كان يضخ أكثر من أربعة ملايين طن من الصلب الخام سنويا وتوقف المصنع عن العمل بسبب الأزمة الأوكرانية مما زاد الأزمة العالمية سوءا في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال نائب وزير الخارجية الروسية أندري رودينكو إنه لا يستبعد بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين الأسرى من مصنع أزوفستال وكان ألاف الجنود الأوكرانيين تحصنوا بمجمع أزوفستال المعقل الأخير لهم في مدينة ماريوبيل قبل أن يعلنوا استسلامهم للقوات الروسية ترجمة نانسي قنقر 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 قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي وأوضح وزير الاقتصاد الألماني أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح وقبيل محادثات مع القادة السياسيين والصنعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكد وزير الاقتصاد الألماني أنه في حال أعلنت رئيسة المفوضية أن 26 دولة ستتخذ الخطوة بدون المجر فإن بلاده ستدعم هذا المسار تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية توكيو تأتي زيارة بايدن لليابان ضمن جولة أسيوية هي الأولى منذ توليه السلطة حيث يعد الاجتماع بين بايدن والإمبراطور الياباني هو الأول بين الجانبين في منصبهما الحالي وكان قد سبق لقاؤهما في ديسمبر من عام 2013 كولي لعهد اليابان ونائب الرئيس الأمريكي في ظل إدارة رئيس الأسبق باراك أوباما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من توكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب مباحثاتهم اليوم بالعاصمة اليابانية توكيو أننا اليوم استثمرنا في التعاون بين دولتين وقدمنا نتائج إيجابية لشعوبنا مثلاً عملنا على تطوير شبكة 5G أو 5G وقد قمنا بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لسيما فيما تعلق بأشباه المواصلات وبالاستجابة إلى أزمة كورونا فقد بنينا نظام صحي وتعاوننا في هذا المجال أيضاً نأمل أن نتعاون أيضاً في الأزمات الصحية المقبلة من خلال العمل مع مركز الصحة الأمريكي سي دي سي واليابان وبعد ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع 11 دولة أخرى ستطلق الاتفاق الإطاري الاقتصادي الذي يلزمنا بالتعاون مع الدول المنطقة للتصدي للتحديات التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين أكد رئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بإتفاع عن اليابان غسط التوتر مع الصين وتدعيات الأزمة الأوكرانية وشدد الرئيس الأمريكي على أن روسيا يجب أن تدفع سمناً طويل الأمد على عملياتها العسكرية في أوكرانيا مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة وحلفائها ستستمر حذر صندوق النقد الدولي من تجزئة الاقتصاد العالمي نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه يتعين على الدول خفض الحواجز التجارية لتخفيف النقص وخفض الأسعار بعد أن قيدت أكثر من ثلاثين دولة التجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى وأشارت جورجيفا إلى أن التراجع عن عقود من التكامل سيجعل العالم أكثر فقراً وأكثر خطوراً ارتفع متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 33 سنة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 4.71 دولار وهو ما يجعل من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم التضخم في البلد وسجل متوسط السعر في محطات الوقود الأمريكية ارتفع بمقدار 1.61 دولار أمريكي عما كان عليه قبل عام ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط أيضاً على عمليات النقل وسلسل الإمداد والصناعات القائمة على مشتقات النفط قال كبير أمناء الخزانة البريطانية سيمون كلارك إن معدلات التضخم في البلاد مقلقة للغاية مما يستدعي إجراءات مشددة لبنك إنجلترا وارتفع تضخم البريطانية الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982 مما ضغط على وزير المالية ريشي سوناك لتقديم المزيد من المساعدة للأسر وبنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مقياس أسعار المستهلكين الرئيسيين في سنغافورة في أبريل بأسرع وتيرة منذ عقد من الزمن مدفوعاً بارتفاع تضخم في أسعار المواد الغذائية وصعد معدل التضخم الأساسي إلى 3.3% في أبريل على أساس سنوي وهو أهل معدل منذ فبراير من عام 2012 كما شدد البنك المركزي السنغافوري سياسته النقضية في الشهر الماضي حيث شددت الدولة من إجراءاتها ضد الأسعار المرتفعة التي تفقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا وعقبات الإمدات العالمية بلغت الخسائر التراكمية التي تكبدتها اقتصادات منطقة أسيا والمحيط الهادئ منذ ظهور وباء كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية نحو تريليوني دولار وفقا للأمم المتحدة وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على ملايين البشر حول العالم وطالبت بوضع حلول عجلة لوقف تضهول الاقتصادات الفقيرة يذكر أن منك التنمية الأسيوي كان قد خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة أسيا والمحيط الهادئ إلى 5.2% من أصل 6.9% خلال العام الجاري على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الأزمة الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دروس أدهنوم أن العالم كان ولا يزال غير مستعد لجائحة كورونا مشيرا إلى أن الوباء لم ينتهي بعدها وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على الحاجة لأن تصبح المنظمة الأممية أقوى وبتمويل مستدام مشيرا إلى أن التوصيات بقاعدة تمويل موسع وتمويل مرن يمكن أن يحول منظمة الصحة العالمية وغيرها أعلنت شركة أسترازانيكا البريطانية الحصول على الموافقة لأطاء جرعة ثالثة من لقاحها للمضاد لفيروس كورونا للبلغين في الاتحاد الأوروبي تأتي هذه الموافقة بعد أن سمحت بذلك الوكالة الأوروبية للأدوية بعد الحصول على مجموعة كافية من الأدلة تؤكد أن جرعة ثالثة من هذا اللقاح تعزز الاستجابة المناعية أهلا بكم من جديد قالت هيئة الصحة العامة في إسكتلندا أنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة اليوم بفيروس جدر القردة مضيفة أن المصاب يتلقى العلاق بينما يتم تتبع المخالطين له وقال مدير إدارة علوم الصحة العامة أن إدارته تعمل مع مجالس الخدمة الصحية الوطنية وشركاء آخرين في إسكتلندا والمملكة المتحدة لتحقق من مصدر هذه العدوى كما يتم حاليا تحديد المخالطين عن قرب للحالة وتزويدهم بالمعلومات والمشورات الصحية إلى ذلك نصح خبراء الصحة بالمملكة المتحدة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصابين بجدر القردة بعزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع وتجنب الاختلاط بالأطفال يشار إلى أن المملكة المتحدة قد سجلت حتى الآن عشرين حالة مؤكدة مصابة بفيروس جدر القردة وحثت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حثت الذين لديهم اتصال مباشر غير محمي أو اتصال بيني شديد الخطورة على العزلة الذاتية سجلت سلطة صحية في البرتغال أربع عشرة حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض جدر القردة وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمصابة بالفيروس إلى سبع وثلاثين حالة أما في إسبانيا المجاورة فقد سجلت السلطات الصحية في منطقة مدريد أربع حالات مؤكدة أخرى يرتفع الإجمالي إلى أربع وثلاثين حالة وهناك ثمان وثلاثون حالة أخرى يشتبه في إصابتها بنفس الفيروس كما أعلنت الدنمارك تسجيل أول حالة بجدر القردة على أراضيها وقالت وزارة الصحة في الدنمارك أن الحالة تعود لرجل عائد من إسبانيا مضيفة أنها تواصل تتبع المخالطين للحالة ووضعهم في العزل الذاتي المترجم للقناة أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أريك عدمز حالة التوارئ في المدينة بسبب نقص الإمدادات الخاصة بحليب الأطفال مما يسمح للمسؤولين باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التلاعب في أسعاره هذا وقد وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة قادمة من ألمانيا وعلى متنها عدة أطنان من عبوات حليب الأطفال التي تعاني الولايات المتحدة من نقصه خلال الأشهر الماضية في محاولة لمعالجة النقص الحاد من حليب الأطفال في الولايات المتحدة وصلت طائرة شحن عسكرية إلى مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية حاملة أول شحنة من حليب الأطفال من أوروبا لجوء الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة للمساعدة في زيادة الإمدادات من حليب الأطفال يعكس الأزمة الحالية التي تعيشها الأسر الأمريكية في التاريخ الحديث بسبب مشاكل الإمداد وإغلاق أحد المصانع بعد سحب منتجات يشتبه في تسببها بوفاة رضيعين ما وصل حتى الآن يعادل حوالي 15% من حجم الاحتياج الوطني الإجمالي هذا الأسبوع بحسب تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض براين ديزي إلا أنه أكد أن شحنات أخرى من الحليب المجفف ستصل قريبا على متن رحلات أخرى ومع وصول التضخم إلى مستوى قياسي منذ 40 عاما تكافح المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل توفير ما يكفي من لبن الأطفال حيث يحاول المصنعون الانتاج بكامل طاقاتهم ويصنعون أكبر قدر ممكن إلا أن هذا لا يزال غير كاف لتلبية الطلب الحالي الأمر الذي يجعل الكثير من الأسر الأمريكية في حيرة من أمرهم لأسابيع وربما لشهور إزاء أزمة حليب الأطفال المصدر الرئيسي لتغذية الطفل أشهد المستشار الألماني أولف شورتس بمهمة قوات بلاده في النيجر معتبرا إياها ناجحة وقال شورتس خلال أول زيارة يقوم بها لقوات بلاده في الخارج في القاعدة العسكرية بمدينة تيليا النيجرية قال إن الجيش الألماني يقوم بأمر غير عادي كان المستشار الألماني قد وصل النيجر قادما من السنغال ضمن جولة أفريقية تضم أيضا جنوب أفريقيا وبحث شورتس في داكار مشاركة السنغال في مشاريع لتطوير موارد الغاز وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السنغالي ماكيسال عقب المباحثات بين الجانبين قال شورتس إن ألمانيا تشارك في مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين طاقة في السنغال كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى مناقشة التداعيات والتأثيرات الجايوسياسية للعملية الروسية في أوكرانيا أدى زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني البنيسي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الجديد وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة مما أنهى حكم الاتلاف المحافظ الذي استمر نحو عشر سنوات بعد تسع سنوات يعود حزب العمال الأسترالي للسلطة حيث أدى زعيم الحزب أنتوني البنيسي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا منهيا قرابة عشر سنوات من حكم الاتلاف المحافظ وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد تحقيقه فوزا في عدة معاقل حضرية بفضل مرشحين مستقلين أغلبهم من النساء عقب حملات من أجل مزيد من العمل بشأن تغير المناخ والنزاهة والمساواة بين الجنسين رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني البنيسي تعهد بإعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم وتغيير سمعتها كدولة وصفت بالمتقاعسة في مجال مكافحة التغير المناخي في وقت مسابق الزمن لتشكيل حكومة قبيل انعقاد قمة مهمة في توكيو في خطاب النصر أكد البنيسي أنه ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة لا سيما فيما تعلق بتغير المناخ والانخراط مع العالم في شأن هذه القضايا بعد النصر الانتخابي الذي أسدل السطار على حكم المحافظين الذي استمر قرابة عقد من الزمان تحدث البنيسي عن حقبة مقبلة ستكون أستراليا فيها أكثر إنصافا وصديقة للبيئة وبعيدة عن السياسات الصدامية لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم بعد اندلاع حريق في قارب بإحدى مقاطعات الفلبين وقال مسؤول خفر السواحل الفلبينية إن العديد من الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 134 راكبا أكبروا على القفز في الماء مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 105 أشخاص استأنف مطار بغداد الدولية رحلاته الجوية بعد توقفها بسبب العوصف الترابية وأعلنت إدارة مطار بغداد معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية كان مطار بغداد الدولي قد أعلن إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد أعلنت سلطة طيران المدني الكويتي توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت مؤقتا بسبب الغبار والأتربة نتيجة العصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد وأوضح الطيران المدني أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات في مطار الكويت فور تحسن الرؤية فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من اجتداد العصفة خلال الساعات المقبلة وتستمر حدتها حتى ساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء انطلق المنتدى العربية حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يشارك بالمنتدى عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ويعد مبادرات التصق مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظم البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية التجارة البيئية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك في نسخته الأولى وذلك خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الجاري حراثنا كبرلمان العربي أن تكون لدينا مبادرة عربية للدفع بتكتل عربي اقتصادي مهم ينافس أو يكون في مستوى متوازي مع التكتلات الاقتصادي الاقليمية الأخرى فالوضع العالمي وضع متغير ووضع خطر يجب على الجميع أن يكون مستعد له يأتي المؤتمر اتصاقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البيئية بما يعزز روابط الاقتصادية والابتماعية بين الدول العربية المنظمة العربية الإدارية النهاردة يكون هناك شراكة بينها وبين البرلمان العربي لمناشط المواضيع الخاصة بالزراعة والتنمية والاقتصاد للدول العربية فالشيء طبعا ده إذا دل فيدل على الحراق الاقتصادي المفترض في المرحلة الموجودة تكون على مستوى وكافة الدول العربية المؤتمر يهدف لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية وفي ضوء أيضا تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخليا وخارجيا تجعلها تتلقى في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية وقد تم ضبط 25 طن ونصف الطن من الدقيق الأبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط 37 طن ونصف الطن من الدقيق المدعم والسكر التموني وذلك في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقماح محلية استقبلت النيابة العامة وفد الرفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة الليبية وذلك في إطار تقديم دورة تدريبية لهم بمعهد البحوث الجنائية والتدريب في الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين تضمنت الدورة موضوعات شملت التحديات وأفضل الممارسات في تحقيق قضايا الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التحفظية التي تتخذها النيابة العامة في التحفظ والإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إن هذا البرنامج الموجود بين إدين حضراتكو كان تصميمه أشرف عليه بشكل مباشر سعادة النياب العام حماد الصاوي أشرف عليه بشكل مباشر وبصفة شخصية وكانوا يتابعوا ويعني يناقش القائمين على إعداده دائما فيه يعني آملين من ذلك الوصول إلى أعلى جودة ممكنة يسرني أن أرحب بكم بكل الحب والإعزاز والتغدير في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية وأن أنقل لسيادتكم تحية معالي للمستشار حماد الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية إن مصر وليبيا على مر العصور والأزمنة أمة واحدة متساندة مترابطة شعب واحد وهوية واحدة ونسيج اجتماعي واحد تحكمه قوانين متقاربة ويصونه قضاء شبه متطابق وأتوجه بخالص شكر وعميق تغديري إلى كل من ساهم وقدم أيدي العون خلال الإعداد لهذا المحفل الرفيع من أجل فتح أفاق لتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز دور سيادة القانون للوصول لغاية رسالة النيابة العامة في كل من البلدين أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقيها عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات وذلك في إطار الحوار الوطني وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياة والتجارد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار وذلك تنفيذ لتوجهات رئيس سيسي مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة تستهدف حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جليا فيما يستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه وأوضح المركز في عرض معلوماتي حول مستهدفات الموازنة المالية الجديدة أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة بـ 50% وسيكون للأجور نصيب مهم في مخصصة الموازنة حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة ولفت إلى أن خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من ناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في عام 2016 أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 362 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ووضح المركز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 184 مليون دولار بنسبة 72% فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال شهر يناير 178 مليون دولار لتنخفض بنسبة 23% عن الشهر السابق أطلقت مدريات الصحة والسكان بمحافظة أسيوت قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح يأتي ذلك ضمن فعليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجواء الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على حوالي ألف مواطن في عشرة تخصصات طبية القافلة ممتدة على مدار يومين قافلة طبية علاجية مجانية على مدار يومين تخدم أكثر من قلبين مواطن يعني يعتبر أكثر من 20% من السكان خدمة متازة خدمة أخصائي أطباء في جميع التخصصات خدمة التحرير الطبية خدمة العلاج خدمة العلاج عن نفقة الدولة استخراج قرار فورية العلاج عن نفقة الدولة نحن نهارده في القافلة الطبية نقدم خدمة السردلية والعلاج المجاني للمرضى الأدوية كلها متوفرة بكميات كبيرة بتكفي جميع بكميات وبأصناف كتيرة جدا بتكفي جميع الأصناف اللي بيحتاجوها للأطباء في جميع التخصصات الكميات كبيرة نحن نحن نستفيد كويس جدا من الأمور دي فنتمنى فعايزينها تبقى متوفرة دايما بالاستمرار لأن هنا في عدد كبير بيستفيد أوي من القوافل الطبية عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم ووزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا افتراضيا تنسيقيا مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة شركاء النجاح وذلك ضمن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يُعقد خلال الفترة من 31 من مايو إلى الأول من يونيو المقبل ووضحت السفيرة نبيلا مكرم بأن الاجتماع جاء للوقوف على ترتيبات نهائية لجلسة شركاء النجاح إحدى جلسات المؤتمر مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد نقل أحدث التكنولوجيات العالمية أكد وزير الإنتاج الحربي خلال اللقاء حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة لها مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات البرازيلية في العديد من المجالات من خلال عقد شركة استراتيجية بين الجانبين في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة أعلنت وزارة التنمية المحلية البدء في تلقي طلبات الشركات الراغبة في تشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن هذه الخطوة تأتي في خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرا في 22 محافظة بتكلفة تقدر بمليار و600 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون بين جهة شؤون البيئة والجمعية العالمية الأندية اليونز في إطار السعي وزارات البيئة لتعزيز دور المجتمع المدني في الحفاظ أهل البيئة وصون الموارد الطبيعية ومؤجهة أسار التغير المناخية أكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كما أوضحت أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وأليات تعديل السلوكيات وتغيير أنماط الاستهلاك المؤسرة على الموارد الطباعية وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجربية التي ستساهم في التصدي للمشاكل البيئية وإلى البرصة المصرية حيث صعدت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب وسجل رأس المال السوقي مستوى 688 مليار و800 مليون جنيه وذلك وسط تدولات كلية بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر AGX 30 بنسبة 50 من 100% ليغلق عند مستوى 10,514 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 10 من 100% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة كما ارتفع مؤشر AGX 100 بنسبة 12 من 100% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة انتهت أخبارنا وبقية تذكير بالعنوين رسميا انتلق منتدى دافوس الاقتصادي بمشاركة وزير الخارجية سامح شبري بعد اتمام سيطرتها عليه روسيا تبدأ عملية تطهير مصنع أزوفستال من الألغام بايدن يعلن اطلاق اتفاق اطاري اقتصادي يضم 13 دولة بأسيا والمحيط الهادر نهاية ونشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وعلى اللقاء اشتركوا في القناة